مرحبا بكم الناس الكل في ربريك أمل في الكتب ضمن مهرجين كونوليا ثنين اللي تنظموا جمعية فني رغما عني اليوم جيت وبش نحكي لكم على كتاب الساعة الخامسة والعشرون للكاتب قوستانتيني جيورجيو الكتاب هذي الحق من الحجم الثقيل فكريا وفي نفس الوقت حتى في عدد صفحات سامع بينتنا جمش تقرأ برشا من الحجم الثقيل فيها برشا أفكار الساعة الخامسة والعشرون يجي ضمن الأدب الديستوبيا اللي هو المدينة الفازدة يحكي لنا لهنا كيفاش الإنسان والمجتمع كيفاش تحاول ميناء المجتمع اليدوي للمجتمع الآلي كيفاش الآلة والتي تتحكم فينا الزمن يتحكم فينا الوقت أكثر حاجة والتي تتحكم فينا هي الوقت والآلات نلقاور وإحنا زادا في وسط المنفى في وسط المستعمارات في وسط السياسيين اللي حبوا يبانوا في وسط إنك تنجم تحمل تتبعات العرق اللي أنت تنتمينه تحمل تتبعات على الديانة متاعك كيفاش المجتمع قاعد يتبدل الكتاب هذا معناها ملكتب الحساسين في قراءتهم على خاطرهم يصوروننا المصير المأساوي متاع البشرية كيفاش قاعدة تتبدل كيفاش قاعدة تتحول ننصحكم به على خاطر يورينا جانب واحد آخر يخلينا ناقفوا قدام قدام رواحنا قدام الوقت اللي قاعد يجري بينا قدام الآلات اللي تتحكم فينا صحيح الآلات اللي يحكي عليهم في الكتاب مش هما نفسهم الآلات المعاصرين للهوني أما كمام الآلة تبقى آلة هيا اللي تتحكم فينا المجتمع الفاسد الفاسد السياسي الفاسد الاقتصادي الكتاب هذا يحمل بارشة معناها قضايا بارشة قضايا شهدتها البشرية وننصحكم به أنكم تقرأوا على خاطر بشي خليكم تخمموا وتعاودوا حساباتكم تعاودوا تفكروا تعاودوا تتسائلوا وتبحثوا منه والوجديد في الأخر نقول لكم بسلامة ما تنساوش بشتغسلوا يديكم تلبسوا بفاتاتكم وتباعد الجسدي وأهم حاجة التقارب الاجتماعي والفكري والإبداعي بسلامة مهرجين كنوا لي الدورة الثانية واجب التعقيم باش نقعدوا في السليم ترجمة نانسي قنقر